مقفورة في الميكب شوية نعم مقفورة لا معصدتش يعني أقصد أن شكلك في الصور طبيعي أكتر بس هو يعني هنتعشة مع بعض شابق إيه زاهر بسم الله الرحمن الرحيم أهلا بكم نواريني كل سنة وأنتو طيبين كالعادة بتحظم مسلسلات شهر رمضان نسبة مشاهدة عالية وبيصبح الجمهور في حالة من التربص لكل ما يشاهده طبعا انطلاقها من الحلقة الأولى وحتى مشهد النهاية وده الشيء اللي حصل مع مسلسل كله بالحب المسلسل بطول الزينة وأحمد السعداني أتعرضت أولى حلقاته وده مع انطلاق موسم شهر رمضان منذ بداية عرض الحلقة الأولى بدأ ظهور بعض المشاكل ويمكن كمان من قبل بداية الحلقة الأولى أصر ظهور اسم الفنانة زينة أربع مرات على تيتر المقدمة جدلا واسعا حيث ظهر اسم زينة في البداية بمفردها ثم إلى جانب أحمد السعداني وبعدها إلى جانب سابرين ومجددا بمفردها هي الحياة مش دي كانت المشكلة الوحيدة ظهرت أكتر من المشكلة بالمسلسل الحياة ظهرت مشكلتين بيهددوا باكتمال التصوير أولهم أعلن الفنان أحمد السعداني انسحابه رسميا من مسلسل كله والحب وأكد أنه هيتقدم بشكوى إلى النقيب الدكتور أشرف زكي الحياة الشكوى ضد شركة الانتاج وأحمد السعداني وصف اللي حصل بالخرق الواضح للعالي من ناحية أخرى أكد كمان أنه هو متمسك بكافة حقوق المادية أحمد السعداني نشر تدوينها على صفحته الرسمية على الفيسبوك قال في التدوينة أعلن بشكل رسمي انسحابه من المسلسل بين قصين المهزلة وتقدمي بشكوى رسمية للنقيب الدكتور أشرف زكي ضد شركة الانتاج للخرق الواضح للعقد المواقع مع الشركة متمسكة بكافة حقوق المادية وآسف للإزعاج مرة أخرى ورمضان كريم الحقيقة كمان في مصدر مقرب من أحمد السعداني قال للمصر اليوم أن زينب تتدخل في المنتاج كمان من ضمن الأسباب اللي خلت أحمد ينسحب أن أحمد كان متفق مع الشركة المنتجة أن هيكون ليه بصر بمفرده في العمل وده الشيء اللي ما حصلش وبكده أخله بشروط العقد معاه ده غير تدخل زينة طبعا أحمد قال إن مش هيسيب حقه ومش أحمد بس لنسحب من المسلسل كمان الفنان مصطفى دارويش أعلن انسحبه من المسلسل أعلن مصطفى على حسابه على الفيسبوك وقال هو فيه شركة تحط اسمه ممثلة ونجمة عمل ثلاث مرات على التتر وتيج على باقي طبعا نجوم العمل تبع كلامه قال ما كنتوش سمتوه كله بالحب كنتو سمتوه كله بالزينة غلطة وندمان عليها وفعلا أنا بعرف أخد حقي كويس وهاخده بطريقتي ولغاية دلوقتي مش عارفين إذا كان فعلا هيتم تكملة المسلسل وتصويره ولا لأ أما زينة بتتواجد دلوقتي وهي بطلة العمل في موقع التصوير لكن بتمتنع عن التواصل مع أي حد مع أي حد من العاملين في المسلسل وده لغاية ما يتم الاتفاق مع الجهة المنتجة على حل هذه الأزمة أحمد السعداني حضر التصوير أمس وانتهى من تصوير بعد ما شاهده وده كان في ساعة متأخرة ليلا الحقيقة من أسبوعين برضو أحمد قال نفس القرار لكنه تراجع بسبب تدخل بعض الوسطاء اللي زينة أصلحه الأمر لكن المراتي الحقيقة مش عارفين فعلا المسلسل هيكمل ولا لأ أما عن رأي الشخصي الحقيقة أنا شايفة أن الإنسان لما بيتعف في عمل في أي عمل سوى في التمثيل أو في غيره بيحب يحس بصمرة نجاحه بيحب يحس بتأدير الناس اللي حواليه ولما ما بيحصلش ده بيحس أنه هو مقصر أو أن الناس دي مش معدراء فبالتالي ده بيأثر في نفسيه وده اللي حصل بالزبط مع أحمد السعداني ومع الفنان مصطفى دارويش طبعا أنا مستنية تشاركوني برأيكم زي ما بيشاركوني دايما في التعليقات تعتقدوا مصير المسلسل ده إيه؟ وهل فعلا أحمد السعداني والفنان مصطفى دارويش على حق ولا لأ؟ وإيه حل المشكلة دي؟ شاركوني باقتراحتكم معايا في التعليقات إن شاء الله ودلوقتي بقى معدنا مع الخبر التاني النهاردة الخبر التاني خاص برجل الأعمال أحمد أبو هاشيما والفنانة الجميلة ياسمين صبري وقبل ما انتبع الخبر كالعادة بقولكم اضغطوا لايك للفيديو علشان يوصل لأكبر عدد منكم كشف لنا الزوج الفنانة النصرية ياسمين صبري ورجل الأعمال أحمد أبو هاشيما عن إصابته في فيروس كورونا أحمد نشر الخبر على الإنستجرام نشره مع صورة له أرفقها بتعليق أوضح فيه حقيقة حالته الصحية وكتب الحمد لله على لطفه بيه وصدت في فيروس كورونا في الفترة الأخيرة وكانت أعراضه جديدة جدا وأضاف كمان الحمد لله أنا الآن في حال أفضل رجاء كنوا حرصين لأقصى درجة ربنا يحفظكم ويحفظ بلدنا عن مصر سرع بقى الكثيرون لتمني الشفاء العاجل له وفص طبعا كل دوا بيسأله عن حالة زوجته للفنانة ياسمين صبري كما يشار إلى أن ياسمين صبري ردت في وقت سابق على حملات سخرية انطلقت على مواقع التواصل الاجتماعي وده بعد ظهور حسابها على الفيسبوك بيحمل اسمها وكتبت ياسمين على حسابها على تويتر وقالت لا يوجد لدي أي حسابات على الفيسبوك ده حساب مزور وأنا هقفله من ناحية أخرى صرح أحمد أبوهشيما في لقاءة هاتفي أجريا معه ضمن حلقة برنامج حديث القاهرة صرح تصريح بخصوص ياسمين صبري قال إن هي مش تشارك في الفترة دي في أي عمال فنية وده علشان عندها عقود إعلانية كتير طبعا انتشرت إشاعات على الفور بإصابة ياسمين صبري في فيروس كورونا على الفور بقى ياسمين نشرت فيديوهات وهي بتمارس الرياضة وده إن دل على شيء فيدل على إن صحتها الحمد لله كويسة نتمنى لها الصحة ودوام الحال نتمنى للفنانة ياسمين صبري إن شاء الله أن هي تقدم لنا أعمال جميلة في الفترة اللي جاية دلوقتي هنشوف مع بعض بقى الخبر التالت النهاردة الخبر التالت الحقيقي برضو خاص بانسحاب الفنانين من المسلسلات تعالوا نشوف المشكلة اللي حصلت ما بين أيتن عامر والفنانة ريهم حجاج يوم السبت اللي فات كتبت أيتن عامر عبر حسبها على تويتر ساعات الأدوار التانية بتبقى لا تقل أهمية عن الأدوار المتصدرة المهم الإختيار الصح للدور والأهم إن يكون في العمل الصح ومع الناس الصح وفي اليوم التالي أعادت أيتن تغريدت التدوينة نفسها وعلقت وقالت علشان لو اشتغلت مع الناس الغلط هيشيلوا الدور وأمس غردت بقولها سأخبر الله بكل شيء ربنا أكيد عارف طيب سأخبر الوسط بكل شيء إيه ده؟ الوسط برضو عارف إذن سأخبر الجمهور والله المستعان ده كان كلام أيتن وعبر حسابها بقى على الفيسبوك كتبت أيتن وقالت خدوني معاكم والنبي موسم الإنسحاب الحقيقة عايزة أقول لها فعلا أن رمضان ده شهد خلافات كتير ما بين الفنانين ولسه متكلمين في أول الفيديو عن المشكلة لما بين أحمد السعداني ومصطفى درويش والفنانة زينة نرجع نكمل كلامنا أيتن برضو كتبت على الفيسبوك السنة دي مش هنعمل معمول في العيد علشان المعمول فينا كفاية احنا نوزع قرص كله هياخد جرس طبعا أيتن معروفة بخصة دمها وفي الفترة اللي فاتت ترددت طبعا إشعاعات بتقول أن أيتن عامر بتحاول أن هي تعمل خلافات أثناء الكواليس أثناء الكواليس مسلسل كل ما نفترق فكتبت أيتن وقالت أنا ردي هيبقى كمان ساعات أفطر بس أما رهام حجاج ردت عليها على الفيسبوك وكتبت وقالت عشنا وشفنا أن أخت البطل اللي قدام البطلة طمعانا يبقى دورها أكبر من البطل فردت عليها أيتن ويلت طبعا على الفيسبوك بقى أنا بروح الأوردر متأخر بقى أنا طلبت الزيادة في مساحة دوري بقى أنا بفتعل المشاكل في الأوردرات أنا عندي إثباتات على كل اللي حصل بس احتراما للناس اللي اتكلمت معاهم أنا مش هتكلم غلا ما أخد موافقتهم الأول أنا ما مضيتش الورقة ونشرت كومكس مدون عليها عبارة ما شفتش في بجحتك تابعت كلامها وقالت الفشل حتى في تسريب الأخبار الغلط يا ربي إيه ده بس أنا عندي سكرينشوت من الخبر وقالت كمان أنا تدخلت لإعادة حقه أحمد فهمي وعبر تويتر إعادة آيتن تغريد التدوينة لأحد متابعيها التدوينة جاء فيها المخرج والمؤلف والمصور ساب المسلسل ومش يوم والنهاردة آيتن عامر كاتبة بص فيما معناه أن هي مش هتسكت يقال إن المدام رهام قصت من مشاهدة كتير جدا كمان إعادة نشر تغريدة أخرى لأحد المتابعين وبيقول فيها الواحد ممكن يجي على نفسه يتفرج على مسلسل لريهام حجاج بس علشان فيه آيتن عامر فقط الحقيقة مسلسل كل ما نفترق بطولة ريهام حجاج وأحمد فهمي ورانيا يوسف وعمر عبدالجلين وآيتن عامر طبعا والشيء الغريب إن المخرج كمان كريم العادل انسحب من المسلسل وده قبل أيام واستعانت الشركة المنتجة بالمخرج مصطفى أبو سيف علشان يقدروا يكملوا العمل وانضمت راشها سامي العادل ابنة الفنان الراحل سامي العادل لقائمة منتقد الفنانة ريهام حجاج وده بعد أزمتها مع الفنانة آيتن عامر مش بس كده الإشعاعات طلت المسلسل ده جدا كمان في إشعاعات تانية بتقول إن الفنانة آيتن عامر كانت بتحاول تاخد جزء من دور الفنان أحمد فهمي فخرج أحمد فهمي ونفى هذه الأخبار وقال الصحفي أو الجريدة اللي بيقولوا كلام غير صحيح على لساني عشان طبعا مصلحة شخصية بيقبضوا منها قال كمان آيتن دي أختي ومرات أخوية وبين كل الاحترام والتأدير وأي عمل فني بيكون فيه منتج مؤلف ومخرج وإحنا ممثلين فقط الحقيقة أنا مش عارف إيه اللي بيحصل للسنة دي على الرغم من وجود مسلسلات جميلة في رمضان ومسلسلات فعلا حلوة لكن فيها مشاكل كتير وفيه خلافات ما بين الفنانين إيه رأيكم في موقف ريهم حجاج وموقف آيتن عامر ويا ترى مين اللي بتوصل لقلوبكم أكتر أنا مستني أسمع قراءكم في التعليقات وبكده النهاردة نكون وصلنا لنهاية حلقتنا النهاردة أتمنى أن الحلقة النهاردة تكون نالت أعجبكم ويلا بسرعة اضغطوا لايك للفيديو علشان يوصل لأكبر عدد ممكن ترجمة نانسي قنقر